شريكي ومش شريكي فيديوهات اميرة الدهب بتناقض فيها نفسها بعد ما تم الابضع العصابة دولية لتجارة المخدرات اهلا بكم متابعين قناة سيف تيرنت تصدر خبر القبض على رجل اعمال ويبقى شريك اميرة الدهب صاحبة فيديوهات الدهب الشهيرة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وده بعد ما نصب لي اتهامات بادارة وتصنيع الاسلحة النارية وكمان تصنيع وعادة تدوير المواد المخدرة بقيمة 122 مليون جنيه وطبعا بعد ما تم الابضع على الشخص ده خرجت اميرة الدهب بعد انتشار الخبر بساعات قليلة جدا ونشرت فيديو وهي بتمفي الابضع على شريكها بعد ما تداول الخبر ده وقالت الخبر مش حقيقي المحل بتاعي وانا ماليش شركاء في المحل النهائي وهو خاص بيا وطبعا بعد ما نفت اميرة الدهب في مقطع الفيديو من الشخص ده او اتهمها من الشخص ده اظهرت مقطع الفيديو تاني بسته من حوالي اربع ايام وده اللي بيؤكد بالفعل شراكتها لشخص اكدت مصادر انه هو المضبوط في قضية المخدرات الشهيرة وده طبعا بالاشتراك مع تشكيل عصابي دولي كبير جدا في تصنيع وجلب المخدرات وحيازة الاسلحة وغسيل الاموال بقيمة 122 مليون جنيه طبعا ما بينهم 3 هربوا خارج مصر وده طبعا بعد خروج قوة من وزارة الداخلية بالتناسك مع قطاع مكافحة المخدرات بدأوا ينفذوا توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وبعد كده رصدوا شخص او مجموعة من الاشخاص في مكافحة المخدرات وبالفعل الاجهزة الامنية قدرت تقبض على العصابة مكونة من 10 اشخاص في 8 منهم عليهم معلومات جنائية او سوابق و3 منهم هربوا بر مصر واحد منهم بيعنده جنسية احدى الدول العربية وكمان اتخصص في جلب وتصنيع وعادة تدوير المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش الاصطناعي او البدرة بتاعته ودرتهم كمان ورشة لتصنيع الاسلحة النارية غير المرخصة وده كان في محافظة القاهرة والجيزة ده طبعا غير انهم قاموا بعملية او غسيل اموال نتجة عن تجارتهم غير المشروعة وكمان الاجهزة الامنية قدرت تقبض على 7 اشخاص من الاصابة دي في محافظة القاهرة والجيزة وكان معهم 46 كيلو حشيش اصطناعي وكمية كبيرة لمخدر الايس او الشابو وكمية من المواد الخام اللي بيستخدموها في تصنيع المواد المخدرات ده غير عدد من الادوات المستخدمة في التصنيع واربع بنادق الية وستة وعشرين طبانجة وابندقية خرطوش وستة فرد خرطوش واثنين سلاح ناري محلي الصنع ده غير طبعا ست طبانجات صوت وطبعا عدد من اطلاقات ومبالغ مالية كبيرة جدا وعملات اجنبية ومحلية وحداشر عربية وكمية من الدهب بتوزن حوالي تمانية ونص كيلو جرام وست ساعات ولابتوب وخمستاشر تليفون وطبعا لما تموا مواجهتهم من النيابة والاجهزة الامنية اعترفوا بحيازتهم واحرازهم للمواد المخدرة بقصد جلب الاتجار واعادة التدوير وده كان موضوع حلقتنا النهاردة والقصة الكاملة للأبض على شريك أميرة الدهب ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايبوا للقناة عشان توصلك الفيديوهات الجديدة أول بأول اشتركوا في القناة